وينسترن تشورشل وقادي الثلاث ورقات افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله أرسل الكاتب الأمريكي مارك توين رسالة إلى عدد من المشاهير والساسة الأمريكيين من بضع كلمات هي اهرب لقد اكتشفوا أمرنا وفي صباح اليوم التالي كان عشرة منهم قد هربوا من الولايات المتحدة والعبرة أن الفاسد لا يمكنه المواجهة إلا إذا احتمى بفاسد أكبر منه وهو ما أضاء عليه الكاتب توفيق الحكيم في مسرحيته مجلس العدل إذ تدور الأحداث عن معنى فساد القضاء والمصالح المشتركة بين الفاسدين وكيف يصبح القادي نصيرا للظلم على حساب العام على مبدأ أن الضعيف هو من يلجأ إلى القضاء فيكتب الحكيم أن جاء رجل إلى فران ومعه أوزى مذبوحة أراد شيها فطلب إليه الفران تركها والعودة بعد ساعة لأخذها في تلك الأثماء مر قادي المدينة إلى المخبز وقال للفران أعطني أي شيء لأكله فأجابه ليس عندي إلا هذه الأوزى وهي لرجل سيعود ليأخذها فقال القادي أعطني إياها وإذا جاءك صاحبها قل له إن الأوزى طارت فأنا اعترض دعه يشتكي ولا تهتم ثم أخذ القادي الأوزى وذهب وعندما جاء صاحبها أخبره الفران بأنها طارت فغضب الرجل وقال هل أنت مجنون لقد أحضرتها وهي مثوحة فكيف تطير وهي ميتة هيا نذهب للقادي حتى يحكم بيننا ويظهر الحق أذناء ذهبهما إلى المحكمة مرى بمسلم ويهودي يقتتلان فأراد الفران الفصل بينهما لكن أصبعه دخلت في عين اليهودي ففقأتها تجمع الناس وأمسكوا الفران وجروه إلى القادي وعندما اقتربوا من المحكمة أفلت منهم وهرب ودخل مسجدا وصعد فوق المنارة فلحقوا به فقفز من فوقها فوقع على رجل كبير السن فمات الرجل جاء ابن الرجل ولحق بالفران وأمسكه هو وبقية الناس وذهبوا به إلى القادي الذي عندما رأاه تذكر حادثة الأوزة فضحك وهو لا يدري أن عليه ثلاث قضايا سرقت الأوزة وفقأ عين اليهودي وقتل الرجل الكبير في السن وعندما علم القادي بالقضايا الثلاث أمسك رأسه وجلس يفكر ثم قال دعونا نأخذ القضايا واحدة واحدة ناد أولا على صاحب الأوزة قال الرجل هذا سرق أوزتي وقد عطيته إياها مذبوحة لكنه يقول أنها طارت كيف يحدث هذا يا سيد القادي قال الأخير هل تؤمن بالله قال نعم قال القادي يحيي العظام وهي رميم قم فما لك شيء عند الرجل أحضر المدعي الثاني جاء اليهودي وقال هذا الرجل فقأ عيني فقال القادي لليهودي العين بالعين والسن بالسن لكن دية المسلم لأهل الذم النصف يعني نفقأ عينك الثانية حتى تفقأ عينا واحدة للمسلم فقال اليهودي لا لا أنا أتنازل عن الإدعاء عليه فقال القادي هات القضية الثالثة فجاء ابن الرجل المسن القتيل وقال هذا الرجل قفز على والدي من فوق نارة المسجد وقتله فقال القادي اذهبوا بالمتهم إلى المكان نفسه واصعد أنت فوق المنارة واقفز عليه فقال الشاب لكني حضرت القادي إذا ما تحرك يمينا أو يسارا يمكن أن أموت أنا فقال له والله هذه ليست مشكلتي لماذا لم يتحرك والدك يمينا أو يسارا فقال الشاب لا لا أريد منه شيئا وتنازل عن الإدعاء عليه عندما يفسد القضاء تضيع الحقوق بل تضيع الدول لأن العدل أساس الملك ولهذا حين قالوا خلال الحرب العالمية الثانية لرئيس الوزراء البريطاني أنذاك وانستون تيرشل إن البلاد تعاني من سوء التعليم وبدأت تظهر بوادر فساد في المؤسسات الخدماتية سأل ماذا عن القضاء فقيل له إنه الوحيد الذي لم يتلوث بعد فقال بريطانيا بخير وستكون أقوى مما كانت عليه ما دامت العدالة بخير تذكرت مسرحية توفيق الحكيم وقول تيرشل بعدما شهدت ما تعيشه بعض الدول العربية عندما يهتز ميزان القضاء فيحكم بالظلم على الدعفاء بينما الفسدون يستغلون العدالة لتعزيز قوتهم وهو ما تسبب في بعض الدول العربية بإفلاسها بل جعلها تعيش حربا أهلية طوال سنوات ولهذا ربما يكون على الجميع قراءة مسرحية توفيق الحكيم كي يتعلم كيف يؤدي الظلم إلى انهيار الدولة لأنه ما دام القضاء بخير تكون الدول بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر